اشتركوا في القناة اعترام اعلاد طبعا باحترام اجلال لا ريان قلنا انه العماد عون هو اللي طلب جس النبط بموضوع السابق اطلعت هو اللي مسرب الخبار انا ما بعرف المصادر بس انه انا برأيي في كتير حقيا ما في شي جديد قبل 12 اه بتمنى قبل 12 اه بننتخب رئيسي الجمهورية نعم بس اذا بقيت المواقف على ما هي عليه والمساعي بنفس الدوامة العماد عون عقدي مزمنة ولن يتبرع بانه يزيح حاله من طريق رئيس الجمهورية من هذا المنطلق كل الاطراف ده تبلش تفكر هل تستطيع افهام العماد عون بانه حظوظك مستحيلة افسح الطريق لاجراء الانتخابات هذا السؤال انا ما عندي جواب عليك الظروف الامنية اللي عم بمر فيها لبنان ما ممكن ترفع اسهم قائد الجيش يعني وهنا يطرح اسمه كشخصية توافقية خليني قليك تمشي القوات بتعديل الدستور خليني قليك بتنطي على الاخر لان الوقت عم بير خليني قليك علما بانه في فريق من المسيحيين لم يلتزم بما جرى تداوله باللجنة السياسية اللي كان مشكلة صاحب النيافي والغبطة البترك الراعي بس من ضمن البيان اللي صدر عن القيادات المارونية الاربعة واللي اعادته لجنة السياسية ووفق اعلال بطركية ومن يهتمون بهذه الشؤون من قبل صاحب الغبطة والقيادات الاربعة ان لا نلجأ الى تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخص العماد اهواج اللي من كله كل الاحترام محبة الموضوع اليوم انا شخصيا ما راح فوت بأي تقييم لأي شخص كلهم بيحوزوا على احترامنا ومحبتنا اللي عم بقولوا انه المطلوب احترام الدستور اجتماع المجلس النيابي بكل اعضاؤه لانه يجب ان يجتمع بحكم القانون اليوم في شغور بسدة فئيسة والمواظبة على دورات اقتراع تنتج رئيسا يمكن يطلع ايا كان بتبلشي بخمسة بتنام بسبعة يمكن بعشر مرشحين يمكن كل النواب الموارنة تنطرح اسمائهم مني هوني تألتزم بحدا بعده لليوم مرشح الوات اللبنانية رئيس الدكتور سامير جعجع وهو الذي اطلق مبادرة باتجاه العماد عون لم يتجاوب معها نحن ما شغلتنا كل يوم نقدم فكرة ونقدم تنازل اذا الفريق الاخر ما بده يتحرك خطوة الى الامام التنازل الابرز استاذ زهرة يقال انه بيسحب الدكتور جعجع ترشيحه بدون ما يكون هز العماد عون شو من يكون عملنا العماد عون منه مرشح العماد عون منه مرشح لا منه مقدم ترشيحه على نام ولك قاطع نفس البلد كلها من رشحه شوال حكيها شوال تقريقة اساسا ما في ترشيح رسمي بلبنان سامير جعجع احترم الشعب اللبناني والبرلمان اللبناني وكل المتعاطين بالشعل العام بيعلانه انه انا مرشح للرئاسي وهذا برنامجي دستورنا لا يقططي ترشيح رسمي وهيدي خزعبلات انه انا مش مرشح تأسحب ترشيحي انت مجمد البلد كلها لانه ما بدك حدا غيرك رئيس طيب هل القرار به الموضوع اللبناني اما خارج كيف بينطلب من سامير جعجع انه اقدم على خطوة انا بالطالة مرشح مع انه اعلن النية بانه مستعد بشرطي لأي طرف الاخر بدون ما يهز الطرف الاخر شو بتكون الخطوة الثالثة خطوة الثالثة شو بتكون بيبلشوا الغيارة والمحبين واللي ما عندهم مشكل بأي تسوية انه طيب مدام هالزلم امتيس وحارن ووقف بنص الطريق مرقلوا ياها حرق دينا وبدنا رأي جمهورية شو بنعمل بالاخر عم تحكي استاذ زهرة وكأن الأمور بالداخل بس العامل الخارجي العامل الخارجي بيبقى برا لما بيشتبعوا مية وثمانعشر نايب الله يرحم ميشيل حلو مية وسبعة عشر نايب وبيضلوا مواصبين على حضور الجلسات وكتابة أوراق تيتفقوا على رئيس هاي دي اللي بتعمل رئيس لبناني وبتلغي اذا كان قرار الجميع بأيده يعني من اللي بيمنعهم تكون بأيده من اللي بيمنعهم تكون بأيده كنت عم بتقول قبل انه ايران تضغط على حزب الله بهذا عظيم يعترفوا انه هنه ادوات للخارج تنشوف كيف بدنا نتعطى مع هذا الموضوع كنت ببداية حديثة بده يكون عندك موقف خصوص ما يجي في الموصل مية بالمية داعش هذه الظاهرة يلي اليوم كتبت عنها جريدة المستقبل تقول انه ما تقوم به بحق المسيحيين من أهل الموصل لا علاقة له بالإسلام ولا بالمسيحية ولا بأي عقيدة مية بالمية لتنك هذه جاهلية حتى النظام الأمري لن يكون هذا أصوبه حتى الفتح الإسلامي بقوة السيف بالمراحل الأولى لنشر الإسلام لم يكن بهذه الطريقة القرآن مش هيك بيقول الحديث مش هيك بيقول الممارسة مش هيك بتقول وبالتالي هودي جاهلية وليسوا مسلمين واحد ولكن مسؤولية وقفهم وقمعهم نعم وكشفهم ومنعهم من ضرب التنوع في المنطقة وإنسانية الإنسان تقع بالدرجة الأولى على البيئة التي يتحضرون منها بالآخر هن من يعني بالعراق؟ على الطائف السنية بكل الشرق الأوسط مش بالعراق الطائف السنية يجب أن تكشفها وين معصرة بهالمجال للطائف؟ ما لازم يتوفر جهد لا ديبلوماسي ولا سياسي ولا بأي طريقة كانت إلا ويعلن حتى ولو كانوا في محلات ما يضربون ما يتطاول أو ما يستهدف أهل السنة في العراق أو في سوريا لا يجب التساهل معهم ولا السكوت عما يقومون به ولا عن وجودهم ما حدا يستهون أنه بيساعدوني هلأ وبعدين من شوف لأنه هذا فكر الغائي لا يستسني أحدا حتى حلفهم هل بتوافق أنه يعني بداية الحل بهالموضوع هو يقع العاتق المالكي وحكومته ووصوب أن يتغير المالكي واجبه الأساسي أن يترك السلطة ما أوصل العراق إلى ما هي عليه اليوم هل تتخلى إيران عنه؟ تصرف المالكي وكأنه منتصر بالوقت له ما قاله علاقة بالنصار إيران كمان هل تتخلى عنه في هذا الضرب؟ إيران قد لا تتخلى بس يستمر الوضع على ما هو عليه إذا استمرت إيران بتعنتها إيران كان مفروض نكون نشهدنا نهاية المحادثات النووية لأنه إيران دخلت إلى المحادثات ما اعتبره أنه هي محققة ما تسميه المشرق الجديد واللي نحن كلنا منسميه الهلال الشيعي عراق، سوريا، لبنان وطامحة أنه فلسطيني يكون جزء منه انضرب هذا الهلال معايد قائم كما كان اختل وبالتالي تأجلت المحادثات ما قدروا يوصلوا لنتيجة إيران هل سترضى بالدور الذي سيمنح لها دون طموحة؟ ما بعرف إذا بترضى أو لا وهذا بيطول أزمات المنطقة سؤالي للبنانيين سؤالي للعماد عون شطحت القصة معهم سنة خي منظل بدون رئيس سنة لأنه أنت من جاي رئيس سؤالي لنوابه ومش لأله لأنه هو بعرف وجوابه على أمل أنه جالسة المقبلة مثل ما هيك واحد أجواء الصحف اليوم تكون مثمرة رئاسية بدي أشكرك أستاذ أدوار زهرة أهلة وسهلة فيك شكرا لألي بالمستقبل وبأستغل الفرصة بالرغم أنه اليوم حزين على أكتر المستوى بالعراق بسوريا بغزة وبكارسة الطيارة تأتمنى لكل اللبنانيين ولأخواننا المسلمين وكل الطواقف بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم جاي العيد بعد ثلاثة أو أربعة أيام أو بالأحرى بعد ثلاثة أو أربعة أيام لأنه دايما بيجي يومين وغيرا بعضهم عيد فطر سعيد أعاده الله بشوية أطمئنان وأمن واحترام من قرابة الإنسان في العالم العربي وشكرا شكرا إلى اللقاء شكرا